وللحديث عن انتشار الألغام والمخلفات الحربية في العراق واستمرار هذه الأخطار المحدقة بالمدنيين في البلاد معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والبحث والسياسي حسين العليان أهلا بك معنا أستاذ حسين أهلا بك أستاذ حسين الأمم المتحدة تقول إن خطر الألغام يهدد شخصا من بين كل أربعة أشخاص في العراق لذا لماذا يستمر هذا الخطر برأيك؟ يعني هو هذا التصريح عذر أقلح من ذنب لأن منظمات الأمم المتحدة الرديثة وغير مسؤولة أصلا عن نزع الألغام في العراق وأعتقد أن اللونات المتحدة صاحبة الكلمة العليا في الأمم المتحدة هي أيضا غير معنية غير مهتمة أصلا في تنظيف العراق من المخلفات الحرب التي كانت سبب فيها سواء بالعدوان عام 2003 أو ما لحقوا من معارك داخلية مع داعش وخلاف داعش والميليشيات وبالتالي لا أحد يختم في المواطن العراق إذن محطن النهائي لا في الداخل ولا في الخارج مع مرور كل هذه السنوات لماذا لا تتحرك الحكومة الحالية لإنهاء هذا الملف وإلى أي مدى أيضا يرتبط الموضوع لربما بدوافع سياسية لا سيما منع عودة النازحين إلى مناطقها يعني هي الحكومات المتعاقدة وليست هذه الحكومة متحاشبة يعني هي الحكومات المتعاقدة من أكثر من عقدين من الزمن مسؤولة عن كل ما خصل هي جزء من المشكل وليست جزء من الحل يعني لم تكن الحكومات المتعاقدة إلا جزء من الصراع السياسة الدائرة في العراق المسؤولية والعتب تقع على من يمثل هذه المناطق المنكوبة يعني من يتصدر المشهد اليوم باسم طائفة سين والمنطقة سين أو المنطقة صاد هو الذي يتوجه في العلام صباح ومساء بقصص المهجرين ويتاجر بالدماء المهجرين لزيادة أرصدته السياسي والمالي قبل أن تتحدث عن الحكومة اليوم في العراق الحكومات وليست حكومة واحدة نعم التقصير في هذا الملف أستاذ حسين هل تعتقد أنه متعمد ومقصود أم هو ربما تقصير غير مقصود ويقتصر على التقاعص فقط نعم أنا أعتقد أنه المشكلة أعمق من التقاعص هذا الموضوع ليس متقاع وصحاتش هناك إرادات متصارعة حول هذه الملفات في مناطق متعددة هناك مناطق يعني شهد التغيير الديموغرافي هناك مناطق يعني تماش تعتبر مناطق تماش ما بين خنادق المتحاربين طائفيا أو المحسوبين على المظام السياسي المحاصصة سواء كانت في الجنوب أو في مناطق المتاقمة لأقليم كردستان يعني هناك صراعات تعرقل هذا الموضوع بالضافة لأنه معاناة المهجرين أصبحت يعني ورقة سياسية تستخدم في بزار المكاسب ومزار التداول ما بين شركاء النظام السياسي سواء يعني صارت ورقة حتى لدول الأقليم تتعرف قضايا المهجرين في المنطقة صارت بزارسي للضغط السياسي من جهة والبزارس التجاري من جهة أخرى أيضا يعني هذه البيئة غير الآمنة التي ارتبطت بالعراق ألا تعني بشكل أو بآخر لربما هروب للاستثمارات وبقاء العراق رهينا لدول معينة سياسيا وصناعيا وزراعيا واقتصاديا بشكل عام هذا المطلوب في المحصلة النهائية لا أحد يريد للعراق أن يستقر أو أن تتطور فيه الاستثمارات يعني العراق آخر بلد ممكن يفكر فيه الاستثمار يعني الاستثمار والأس المال يبحث عن الاستقرار ويبحث عن الهجوء ويبحث عن المناطق تماما المختلفة عن الآراق اليوم آراق اليوم فيه أبشأ حكومة فاسدة في العالم وفي نظام سياسي فاسد برمته يعني ليس لدينا هناك فساد إداري محدود يمكن معالجته كما في باقي الدول الأخرى يعني البلد مستباح وهي أكبر فساد القاصي والداني وبالتالي النقل السياسي الموجودة في العراق هي عبارة عن يعني أراجوازات تحرك من هنا ومن هناك يعني شكل النظام السياسي في بغداد هو نعتاس لتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي عفوا بالنسبة لتابعات وجود هذه الألغام وعدم إزالتها لربما نتحدثون عن المشاكل والتابعات الآنية في الوقت الراهن ولكن ماذا عن يعني على المدى البعيد ما هي تابعات وجود مثل هذه الألغام والمخلفات الحربية على مستقبل العراقيين وعلى أطفالهم أيضا يعني هي لكبات تتوالى على شعب العراق والأبرياء من شعب العراق يعني المواطن باستمرار هو ضحية وهو من يتحمل العب الأكبر عن هذه الممارسات والألغام جزء محجود من تلك المشكلات التي يعاني منها المواطن في العراق بالتأكيد هو يعني من فيدفع الثمن في البلداء وفي النهاية هذا المواطن العراقي نعم إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان الكاتب والبحث السياسي حسين العليان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة